أول شي هم بدي يبعث رسالة في البعض إذا قدمنا إخبار ضد حدا وبرز بيقوم بيتهمنا هيدا الطرف إنه نحن لطرف آخر بس هيك على الهواء نحن بنعتبر كل من تداور على السلطة من التسعين لهلأ كلهم يعني كلهم داخلين بلعبة الفساد بكل الوزارات اللي كانوا فيها و بكل المسؤوليات واحد اتنين من يومين لهلأ مسئب في شي طازة صار معنا بدأت الرسائل التهديدية توصل من مين أيا أطراف يعني خليني هيدا أو بأيا ملفات في ملف معي من يومين صار بشي كان في زميلتي وأختي بوزارة الداخلية وأنا في ملف الأدوية اللي فاتحه ففي زوج نائبة سابقة خيها تورط بملف هيدا ما بقدر سبته بس هيدا صار بس عرفها قال له عم بيفوت بملف الدواء هيدا مات في واحد كرميله اتنين عم بيسمعوك يعني اتنين من يومين ولا هلأ هيا ملف دواء بس ملف شو بين مستشفى بيروت الحكومي ومستشفى أمراض السرطان واتنين وهون أصدا عم قولوا لإلك شو الموضوع اتنين بدأ يوصل إنه بتكفوا بهيدا الملف منركب أفلام لعائلتك وملفات لعائلتك علنا إذا حدا من عائلتي فاسد ينقبر يروح على السجن بس مش لحنا تراجع والبعض صار يقول إنه منشهر فيك وما بعرف شو أنا بدي أقول لهم قبل ما جاءوا بك لو بيكلفني الموضوع حياتي ومالي وكل شي خيار عم قولوا أنا قاصة حدا يسمعه خيار مكفي للأخير وما فيه كبير بملف الفساد لح اسكت عنه من أكبر راس لأصغر راس وبدي أقول لهم ينتبهوا في موظفين شرف أكبار هني عم يعطونا الملفات عليهم ايه صحيح يعني هاي الناس عندكن جوا بويزاراتكن وبسنديقكن بس أنا عمقول مش لح اتراجع وكلهم يعني كلهم إذا بفتح ملف على واحد مش مانيته سكت عطاني لأنه سفيتين على الكلم ولكن هذه الإخبارات هناك مسئولية على اتنين مسئولية على القضاء خلا بقول كيف ولكن الأهم مسئولية على الرأي العام اللبناني وعلى ثوار 17-20 طول ما انتوا قوايا بالأرض الفاسدين لحينهاروا وإذا بتوقفوا الفاسدين لحيرجعوا ياخدوا نفس صح ويسرقوا مالنا أكتر ويعتدوا عولادنا وعلى مستقبلنا وعلى بيئتنا وعلى صحتنا ويتاجروا بالدوى الفاسد ويتاجروا بلقمة العيش الفاسدة اتنين على القضاء اليوم في قضاء تنضاف بعد ما بنينا مؤسسة قضائية مستئلة كمان اليوم أمام محطة تاريخية القضاء وإلا سوف يدان بالتاريخ ونوجه لرئيس مجلس القضاء القضاء الأعلى الجديد أمامك محطة قوية لا يكفي أن تكون قاضي آدمي كون قاضي آدمي وقوي وخوض الأرار وواجه والناس بتنزل بتحميك بالشارع شكل قضائيا نعمل التشكيلات القضائية بعيد عن كل تركيبات الأحزاب والقوى السلطوية والناس بتحميك هيك من بلش هون المعركة الأساسية أخيرا المعركة في مواجهة الفساد بدى جنود جاهزين يضحوا بكل شي هاي دي المعركة أنا اللي عم أقولها لذلك وقت العبدالله حداد مع حفظ الألقاب وقت السامي مغربة وقت الحيدر وقت كل هوا شباب في كتير منهم بلبنان أخدوا قرار المواجهة كانوا عارفين أنه التمن لح يكون كبير كل ما بيزيد اللبنان اللي ما بيخاف متل ما قالت سمي وما يفرق معك كل ما منزيد كل ما بيزيد عددنا هن بينهاروا كل ما قال عددنا بدون يستفردوا فينا